أعراض اضطرابات الغدة الضرقية لدى النساء هناك مجموعة من الأعراض التي تشعر بها المرأة عند إصابتها بخلل في الغدة الضرقية سواء قصور الغدة الضرقية أو فرط نشاطها إليك أهمها تتحكم الغدة الضرقية في مختلف وظائف الجسم وبالتالي فإن أي خلل يصيبها يمكن أن يؤثر على كافة أجزاء الجسم وتعد اضطرابات الغدة الضرقية من أبرز المشكلات الصحية شيوعا بين النساء والآن سنتعرف على أبرز أعراض اضطرابات الغدة الضرقية أعراض اضطرابات الغدة الضرقية إن من أبرز وأهم أعراض اضطرابات الغدة الضرقية التي قد تظهر على المصابين الذين يعانون من هذه الحالة الصحية هي الآتي أولا تغيرات في الوزن إن الغدة الضرقية الخاملة تبطئ جميع وظائف الجسم بما في ذلك التمثيل الغذائي وبالتالي تلاحظ المرأة المصابة اكتساب الوزن بسهولة ودون سبب واضح عند الإصابة بخمول الغدة الضرقية أما في حالة المعاناة من فرط نشاط الغدة الضرقية فقد يحدث العكس حيث تتصارع الكثير من وظائف الجسم بصورة كبيرة وهذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر ثانيا تغيرات في ضغط الدم ونبضات القلب يكون هرمون الغدة الضرقية على اتصال دائم بالقلب ويؤثر على معدل ضغط الدم وضربات القلب ومع قصور الغدة الضرقية تكون ضربات القلب بطيئة عن المعدل الطبيعي مما يؤثر على مجموعة من الأجهزة الأخرى ووظائف الجسم وفي حالة فرط نشاط الغدة الضرقية يزداد معدل ضربات القلب بشكل كبير وكلا الأمرين يمكن أن يؤديان إلى مشاكل كبيرة في القلب ثالثا تغيرات في التبول والتبرز أيضا يتسبب قصور الغدة الضرقية في تأثيرات على القناة الهضمية وبالتالي يؤثر على عملية التبول والتبرز عند الإصابة بقصور نشاط الغدة الضرقية تقل الحاجة إلى التبول ويمكن الإصابة بالإمساك أما الإصابة بفرط نشاط الغدة الضرقية فيمكن أن يسبب الإسهال مع كثرة الحاجة إلى التبول رابعا التعب والإعياء سواء كانت الإصابة بقصور الغدة الضرقية أو فرط نشاطها يمكن الشعور بالإرهاق والإعياء الشديد على مدار اليوم حيث أن توازن الطاقة يقل في حالة قصور الغدة الضرقية وبالتالي الشعور بالإجهاد أكثر من المعتاد كما وأن ممارسة التمارين الرياضية اليومية تصبح شاقة وصعبة وهو ما قد يسبب زيادة الوزن أيضا يؤدي فرط نشاط الغدة الضرقية إلى الشعور بالتعب والميل إلى الخمول والكسل حتى بعد تناول القهوة حيث أن الجسم يحتاج إلى راحة طوال الوقت خامسا تغيرات الحالة المزاجية يؤثر قصور الغدة الضرقية بشكل كبير على المزاج ويمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب وبالتالي الميل للعزلة وقلة التحدث مع الآخرين وإذا كانت الإصابة بفرط الغدة الضرقية فقد تتغير الحالة المزاجية بطريقة أخرى فمثلا تتداخل المشاعر في وقت واحد ما بين القلق والتوتر والغضب ويكون هناك صعوبة في السيطرة على العاطفة والانفعالات سادسا إذ طرابات الدورة الشهرية وصعوبة الإنجاب يؤدي قصور الغدة الضرقية إلى غزارة الدورة الشهرية ويتسبب فرط نشاطها في عدم انتظام الدورة الشهرية ويمكن أن تكون خفيفة عن المعتاد أو قد تختفي لبضعة أشهر دون سبب ومع عدم انتظام الدورة الشهرية والتبوض تقل فرص حدوث الحمل لدى المرأة سابعا تأثيرات على الشعر والبشرة ينتج عن قصور الغدة الدرقية جفاف الشعر والجلد بصورة ملحوظة حتى مع الحرص على ترطيبهما ويصاحب هذا تساقط الشعر بمختلف أنحاء الجسم كما أن فرط نشاط الغدة الدرقية يؤدي إلى ضعف الشعر وقلة نظارة البشرة وشحوبها ثامنا آلام وضعف في العضلات في كل من قصور الغدة الدرقية وفرط نشاطها تشعر المرأة بآلام وضعف في العضلات وتصلب المفاصل ويزيد هذا من الشعور بالتعب ويقلل القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية تاسعا تشووش العقل إن قصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر على العقل ويقلل من سرعة وظائف الضماغ وبالتالي يؤدي إلى قلة التركيز والنسيان حيث يصعب التفكير بوضوح ويحدث تشووش في العقل ويمكن أن يأتي هذا الشعور مع تغيرات في المزاج والاكتئاب عاشرا انتفاخ أو جفاف العين يؤدي الثراب المناعة الذاتية الذي ينتج عن فرط نشاط الغدة الدرقية إلى بعض التغيرات البصرية مثل انتفاخ العين وبرزها كما ويمكن أن تكون العيون جافة ومتهيجة كما أن جفاف العين دون سبب واضح قد يعد من أعراض اضطرابات الغدة الدرقية الحادي عشر الشعور بالبرودة أو السخونة يشير ارتفاع درجة حرارة الجسم الشديد إلى قصور الغدة الدرقية كما أن بطء الدورة الدموية في الجسم تزيد من الشعور بالبرودة حتى مع التقس الحار ويحدث هذا بسبب قصور الغدة الدرقية وينطبق عكس ذلك على فرط نشاط الغدة الدرقية والذي يسبب الحساسية الشديدة في الجسم لأي حرارة فعلى سبيل المثال إذا كان التقس حارا تشعر المرأة بارتفاع شديد في درجة الحرارة أكثر من المحيطين بها وتتعرق بشكل مفرط عن الآخرين إضافة لكل ما سبق من الممكن أن تعاني المرأة من تورم وانتفاخ في الجزء السفلي من الجسم بما فيها الوراكين والركبتين والكاحل والقدمين إلى احتباس السوائل والتي يمكن أن تكون من أعراض اضطرابات الغدة الدرقية من موقع ويب طيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر